دعيني يا ليلة أذهب إلى ساحة النور حيث تكون حنان عيسى في ترابلس حنان ضعينا في تفاصيل الصورة لديك أيضا حسن نصر الله حذر جموع المتظاهرين في الشوارع اللبنانية من الفوضى كيف كان واقع تأثير هذه التحذيرات من حسن نصر الله على جموع الغاضبين الموجودين في الشوارع في الواقع الكلمة يعني حفزت الكثير من أهل ترابلس إلى النزول إلى ساحة النور ما بعد انتهاء الكلمة شهدت وخلال جولة ليخ في هذه الساحة عدد كبير من الشباب بالتحديد كانوا يتوافدون إلى الساحة هناك غضب من قبل الشباب المتواجدين هنا المتواجدين والذي يعملون ضمن حلقات لا تهدأ طيلة النهار يبحثون في الخطوات اللاحقة ويبحثون في الأوضاع المستجدة في لبنان خلال هذه الأيام وهنا تحديدا في منطقة الشمال خطاب الأمين العام لحزب الله لم يكن على المستوى المطلوب بالنسبة لشباب طرابلس الذين أكدوا لي أن هذا كل ما قيل وكل الاتهامات التي سيقت ستزيدهم عزما على البقاء في الشارع لكن هناك أيضا خطورة من هناك خطورة حذرة منها البعض جاءت في كلام نصر الله وهي الحذر من افتعال أي مشاكل في الشارع كنا قد شهدنا أيضا قبل ساعات قليلة قطع لي طريق أساسي في منطقة طرابلس بالتحديد هنا بالإطارات المشتعلة لكن هذا الموضوع انتهى سمعنا أيضا عن سيارة دخلت شربها فيها ربما كان فيها مسلحين لكن أيضا تم احتواء هذا الموضوع هناك خوف بالأكيد هنا في منطقة طرابلس التي لم تشهد أي خرق أمني طيلة الأيام الماضية المتظاهرون متواجدون في الساحة بشكل سلمي يهتفون طيلة النهار ويحملون المطالب خلال توجدهم هنا أود أن أتحدث مع بعض الناشطين هنا وعن رأي الشباب في كلمة الأمين العام لحزب الله يعني كيف قرأتم خطاب الأمين العام وما هو ردكم رسالة واضحة بأتقد هي دعم للرؤسة الثلاثة إنه يدلوا مكانهم وإنه تفضلوا قبلوا بالرسالة بالورقة التصحية إذا قال لي طرح الرئيس الحريري ردنا مثل منك شايفي الشعب كله نزل على الساحة بأتقد مطلبنا كتير كتير هين يعني عليهم تبديل حكومة مستقلة يجيبوا وزارة تكنوكرات حكومة تعمل مشروع اقتصادي تقدر الناس تعيش كل هول الناس اللي شايفتين بيعانوا لو ما بيعانوا ما بتلاقيهم هون نحنا حقنا نعيش بكرامة حقنا أنه نشتغل حقنا يكون عنا حياة اقتصادية جيدة نقدر نعيش بكرامة ونقدر نحقق مستقبل أحسن لأولادنا بشكل سريع جدا أود أن أخد رأي شاب من الشباب أيضا المتواجدين هنا في الساحة حضرتك موجود مثل ما قلت لي أنت في إجازة من عملك يعني تعمل في أحدى أدول العربية لكن أنت اليوم أصريت أنك تبقى وألغيت سفرك إلى خبرني باختصار لو سمح بكل بساطة اليوم اللي عم نشوفه اليوم بلبنان ما بنشوفه كل يوم هاي دي فرصة تغيير فرصة تغيير ممكن ما يصحلي بعد مرتين بحياتي رجع نشوفه كل شي تاني بينطر كل شي تاني بينطر الشغل بينطر المصالح بتنطر بس الفرصة الواحد يوقف أنا بنزل من بيتي لازم كل واحد ينزل من بيته الكل ينزل على الشوارع إلا اللي كتير مبسوط بوضع البلد الشوها الدولة عم تعطيشها الدولة عم تقدم له والستاندرد أوف ليفنج طبيعة الحياة اللي نحن عاشينا أزردينينا علي عدو ببيوتكم اللي عنده شي يقوله شارع لأله ينزل يقول شكرا شكرا إذن هذه هي أجواء طرابلس الساحة ممتلئة عن آخرها كما كل ليلة والمتظاهرون متواجدون وكما كل ليلة أيضا هم سيبقون حتى الساعات الأولى من الصباح واضح شكرا جزيلا من ساحة النور في طرابلس حنان عيسى شكرا جزيلا وأيضا شكر موصول ليلة خليل وسط بيروت من ساحة رياد الصلح وأعود إليكما كلما جد جديد شكرا جزيلا